رحل الأستاذ أحمد جلال والعنوان القادم وعنوان اللي حراككم مستنيينه يعني موقف الشناوي من المشاركة في نهاي دور أبطال أفريقيا وأعتقد أستاذ جلال هابلنا القول الفاصل في هذا الأمر لغاية دلوقتي الشناوي مش جاهز مش جاهز لغاية دلوقتي فيه يعني ترتيبات كتيرة جداً وتكسيف للعلاج والدكتور أحمد أبو عبلا شغال معاه وهو شغال على نفسه كويس عشان موضوع شد السمنة لكن الأغلب إن علي لطفي هو اللي بتجهز إنه يلعب الماكش ولو لاعب الماكش الأولاني مين المؤكدين هو يلعب الماكشا لتالي ما فيهاش كلام علي لطفي قول كليس علي لطفي لو لاعب الماكش الأولاني من المؤكد يلعب الشي하면서 الماكشي طبعاً مش هيدخلش الناوي أي ريسك إنه يبقى لسه راجع والله هو أعلم الدين يفيها إيه لإن علي لطفي حيبقاء لعب خلي بالك تقريباً حيبقاء لعب خمس منتشات متتالية وانتعرف المركز ده حتى لو كان ايه تثبيت مركز حراس المرمى مهم جدا وعايل لطفي يعني اتحط في مواقف صعبة كتير منها كأس العالم الاندية منها ماتش الزمارك اللي الاهلي كان غايف فيه حول التسعة لعيبة والاهلي كسب اتنين واحد وتتصدر راكل الجزاء من محمود علاء اللي كان متخصص ساعته في راكلات الجزاء والماتش انتهى اتنين واحد لصالح النادي الاهلي والرجل اللي عامل الماتش اللي فات مقدرش اقولي انه هو اختبر لكن الكرة اللي جات له تعمل معها بثبات شديد جدا ومسكها بهدوء فعايل لطفي جول كبير لكن بالتأكيد الشناوي جول مصر الاول طبعا فحتى الان 50-50 بس اللي ظهر على صورة حتى الانه ان اللطفي الهلعب او عن اللطفي الهلعب حتى الان لكن اذا ادر الشناوي يجهز حتى لو بالنسبة 80% هو اللي هيشارك في الماتشين